اغلاق مدرسة في فيرجينيا بسبب وظائف منزلية عربية اسلامية تم اغلاق المدارس في مقاطعة اوغوستا في ولاية فيرجينيا يوم الجمعة الفائت وذلك بعد ان قامت مدرسة ميسانوية بيفرهيد باعطاء وظيفة منزلية لطلابها مكتوبة باللغة العربية وهي الشهدة اي لا اله الا الله محمد رسول الله عندما علمت احدى الامهات بزالة غضبت وقررت ان تأخذ على عطيقها مواجهة ثاني اكبر ديانة في العالم فاجتمع الاهل المصابين بالاسلام وفوبيا في الكنيسة وتناقصوا بخصوص الحادثة وقرروا طرد المدرسة لانهم اعتبروا ان الوظيفة خطوة لاسلمة اولادهم رفعت الادارة من الاجراءات الامنية بعد تلقي مئات الرسائل الالكترونية من الاهل الغاضبين من ما سموه وقاحة المدرسة التي اعطت درسا عن الاسلام وبحسب الاحصاءات فان 23 مدرسة في المنطقة تدرس حوالي 10755 طالب كل هؤلاء الطلبة سيعطلون عن الدوام الدراسي بسبب الاسلام وفوبيا كما وتعرضت مدرسة الجغرافية العالمية للملاحقة والتهديد من الاهالي لكن بعض الاهالي لا يمانعون من تدريس ثقافات مختلفة لأولادهم وقد عبروا عن تضامنهم مع المدرسة وانشأوا موقعنا على الانترنت من اجل ذلك وبدأوا حملة باسم سابورت لابورت ويقول ايريك بولهارت على تويتر بئس الاهل الخائفين على اولادهم من وظيفة منزلية كتب بوب ايرز الغاضب على الاهالي يقول لابد انكم تمزحون انه درس في الكتابة والنسخ وليس درس في الارهاب بالمقابل كتب بروس كاوتر على سي ان 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 الشهادة واحدة من اركان الاسلام الخمسة والخطوة الاولى للدخول في الاسلام وهذا شيء غير مقبول في المدارس وقال اخر لقد علمني مدرس الجبر ان 666 والنتيجة انني اعبد الشيطان فما رأيكم يا سادة؟ اشتركوا في القناة